وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 142 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط قرابة 84 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 468 قضية من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 194 طن ترجمة نانسي قنقر